اشتركوا في القناة السيد الرئيس عبدالفتح السيسي وزير الخارجية الفرنسي ستيفاني ساجغني بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسات الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين حيث نقل الوزير الفرنسي تحية الرئيس إيمانويل ماكرون إلى السيد الرئيس وتم تأكيد أهمية استمرار التنصيق والتعاون واسع النطاق بين البلدين بما يعكس تقارب الرؤى والمصالح ويعزز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا خاصة في ضوء تعدد مجالات التعاون الاقتصادي القائمة حاليا في قطاعات النقل والتصنيع والتجارة وغيرها بالإضافة إلى العلاقات الثقافية التاريخية بين الشعبين الصديقين ذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضا الأوضاع في قطاع غزة حيث تم استعراض الجهود المصرية المكثفة مع مختلف الشركاء لوقف إطلاق النار في القطاع وإنفاذ المساعدات الإنسانية لإنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها أهالي غزة إلى جانب التجديد على ضرورة طلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلاة من جانبه أكد الوزير الفرنسي حرص بلاده على تنسيق الرؤى والجهود مع مصر في اتجاه الوقف البستدام لإطلاق النار وتبادل المحتجزين في ضوء اتفاق مواقف الدولتين بشأن ضرورة منع دائرة الصراع من التوسع وتفعيل حل الدولتين كأساس للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية واستعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وقد تم في هذا الصدد التجديد على رفض البلدين المطلق لأية إجراءات أو سياسات تهدف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم كما تم تأكيد الدور المحوري الذي لا بديل عنه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في تقديم الدعم لأهالي قطاع غزة لا سيما في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يتعرضون لها والتي تتطلب دعم كافة الأليات الدولية العاملة بالمجال الإغاثي اللقاء تطرق كذلك إلى عدد من الملفات السياسية ذات الأولوية وعلى رأسها الأوضاع في السودان وليبيا والبحر الأحمر حيث أكد الجانبان حرصهما على استمرار التشاور وتبادل الرؤى بما يسهم في تدعيم الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع المستشار عمر ماروان وزير العدل صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة ومن بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين الذي يمثل أول قانون متكامل وموحد ومفصل في هذا الخصوص وقد وجه السيد الرئيس في ذلك الصدد بمواصلة العمل لإنجاز تلك القوانين في إطار من التنسيق الكامل مع جميع الأطراف والجهات ذات الصلة وكذلك إجراء حوار مجتمعي معمق واستعاب مختلف الشواغل والأراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة أضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تبع كذلك مستجدات تنفيذ استراتيجية التكامل الرقمي بين الهيئات القضائية تمهيدا لبدء العمل القضائي في مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة واطلع سيادته على الموقف التنفيذي لتطوير عملية التصرف في المركبات المتروكة والمهملة وإنشاء مراكز إيواء ذات أليات حديثة تقوم على الرقمنا بما يحقق أكبر قدر من الاستفادة الاقتصادية للصالح العام وبما يتفق مع القواعد والإجراءات القانونية المعنية تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي موقف تدبير احتياجات القطاع الصحي وذلك في الاجتماع الذي عقده بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار وعدد من المسؤولين وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف العمل على سرعة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية في ظل توجيهات مستمرة بأن يكون ذلك الهدف على رأس الأولويات مشيرا إلى أن هناك رصدا لنقص بعض الأدوية ولذا فإنه من المطلوب على الفور زيادة الاحتياطات من هذه الأدوية وغيرها لتحقيق هدف استدامة الخدمات الصحية أكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية علاقات التعاون الاقتصادي المصرية السويسرية وحرص الحكومة المصرية على تعزيز هذه الشراقة والانتقال بها إلى آفاق أرحب بما يخدم أجندة التنمية الوطنية ويعزز تنفيذ الأولويات التنموية في مختلف المجالات لافتة إلى أهمية البرامج المنفذة في إطار الشراقة مع الجانب السويسري ودور التعاون الإمائي في تعزيز جهود التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص في مصر جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته مع المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ورئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية السويسرية وتم خلال الاجتماع مناقشة جهود الإعداد لبرنامج التعاون المشترق بين الجانبين المصري والسويسري للفترة من 2025 إلى 2028 والذي يستمر على غرار برنامج التعاون السويسري الحالي 2021-2024 الذي يتناول الحوكمة وحقوق الإنسان والنمو الأخضر وتنمية مهارات الشباب وقضايا الحماية والهجرة ترجمة نانسي قنقر